نبدأ بقى في السؤال الخامس وده من الأسئلة الهمة أيضا جدا بيقول إيه أذكر استخداما واحدا للمواد الآتية في الكشف عن الشق الحامضي والقاعدي طبعا حاجات أكيد خدناها جوه معاك ده وفي حاجات جديدة لما أقول هيدروكسيد الأمونيوم هتجاوب وتقول إيه يستخدم هيدروكسيد الأمونيوم في الكشف عن كاتيونات المجموعة التحليلية الثالثة مثال طبعا كولوريد الحديد 3 زائد هيدروكسيد الأمونيوم في وجود كولوريد الأمونيوم هيديني هيدروكسيد الحديد 3 الراسب الأحمر الطوبي زائد NH4Cl لما أقول لك حديد وسينيد البوتاسيوم وحديدي وسينيد البوتاسيوم شوف أنا كتبت هملك الرمز A K4 FECN الكل ستة وكسري FECN الكل ستة اللي بالكم معي وكتبت تحت ده وده احنا لسه أيلينه في الكشف عن أيون الحديد 3 اللي هو الحديده كتابوا التاني في الكشف عن أيون الحديد 2 ودي المعادلتين قدامكم بدون تعليق لأن احنا لسه أيلينهم من ثواني ندخل بقى على النقطة اللي بعديها سايوسيانات الأمونيوم أو البوتاسيوم اللي هو KCNS هنستخدمها في ايه؟ هنقول في الكشف عن أيون الحديد 3 حيث يتكون لون أحمر دموي بصنا على المعادلة FECL3 زائد 3KCNS هيديني من FECNS لكل 3 زائد 3KCL كابريتيت الهايدروجين يستخدم في ايه؟ في الكشف عن كاتيونات المجموعة التحليلية الثانية والرابعة هناخد مثال CUSO4 اللي هو كابريتات الان النحاس زائد الـ H2S على السهم HCL عشان الوسط يبقى حامضي تمام؟ هيديني راسب Sود من CUS اللي هو كابريتيت النحاس 2 ويخرج ايه بقى؟ H2SO4 حمد الكابريتيك المركز أقول له طبعا حمد الكابريتيك المركز يستخدم في الكشف عن الشكوك الحامضية الآتية اللي هي المجموعة التانية يا أسادزة في الشك الحامضي كولوريد بروميد يوديد نايترات مثال NACL زائد H2SO4 هيديلك كابريتات السوديوم ويتصاعد الـ HCL على هيئة غزعة ديم اللون يكون صحب بيضاء مع ساك مبللة بالأمونيا HCL زائد الأمونيا هيديلك NH4CL طبعا ده اللي هو كولوريد من الأمونيوم في صورة صحب بيضاء ندخل على النقطة اللي بعد كده بيرو أنتومينات البوتاسيوم اللي رمزها إيه أسادزة بنحفظه بسهولة كده K2 H2 SB2 O7 يستخدم هذا المركب في الكشف عن أيون السوديوم حيث يتكون راصب أبيض من إيه بيرو أنتومينات السوديوم يبقى المعادلة NCL زائد بيرو أنتومينات البوتاسيوم ملحين تبادل مزدوج يبقى هينتج بدل بيرو أنتومينات البوتاسيوم هينتج إيه بيرو أنتومينات السوديوم زائد KCL البيرو أنتومينات السوديوم بتظهر على هيئة راصب أبيض مليبادات الأمونيوم المحمضة بحمض الكابريتيك أو النيتريك يا أولاد ها تستخدم في إيه في الكشف عن مجموعة الفوسفات حيث يتكون راصب إيه أصفر كناري من فوسفومليبادات الأمونيوم عند التسخين الهين محلول كربونات الأمونيوم يستخدم محلول كربونات الأمونيوم في الكشف عن أيون الكالسيوم حيث يتكون راصب أبيض ها من كربونات الكالسيوم ماشي يا أصد ذا؟ وده سؤال كان في امتحانات السنوية العامة كان السؤال بيقول إيه بقى كيف تكشف عملياً عن معي أولاد كنا محلول من كولوريد الكالسيوم أو كيف تكشف عن الكالسيوم في محلول كولوريد الكالسيوم معظم الطلبة بالإجماع قالوا إيه كشف اللهب اعتبرها لهم غلط لأنه بيقولك إيه محلول هركز عليها مرة تانية بيقولوا إيه محلول يبقى في الحالة دي لازم تقول أضيف لها إيه محلول كربونات مين؟ الأمونيوم حيث يتكون راصب أبيض من إيه أولاد من كربونات الكالسيوم خلي بالكم السؤال السادس بيقول إيه بقى اكتب عن تفاعل الحلقة الصمراء الحلقة الصمراء يا سادسة تجربة تستخدم للكشف عن أيون النيترات حيث يعالج المحلول المركز لملح النيترات بمحلول محضر حديثاً من كابريتات الحديد 2 اللي احنا بنسميها كابريتات الحديدوز ثم يضاف حمض الكابريتيك المركز خلي بالكم بقى من المعادلة نيترات السوديوم زائد F-E-S-O-4 المحضرة حديثاً زائد حمض الكابريتيك هيدي لك كابريتات السوديوم وكابريتات الحديد 3 وإيه وماء ونو في وجود كابريتات الحديد 2 في وجود النو والماء يتكون مركب الحلقة الصمراء اللي هو عبارة عن إيه أسانزة بقى F-E-N-O H-O الكل خمسة حط الكلام ده في كوس كبير وعدلهم من برا بمجموعة الكابريتات خلي بالك من هذا المركب لأنه ممكن يجيلك في الامتحان ويقول لك اكتب عن الحلقة الصمراء سين سمعة قاعد كتابة العبارات التالية بعد تصويب ما تحته خط واحد عند إضافة محلول حديدي وسيانيدي الكالسيوم إلى محلول كولوريد الحديدي 2 يتكون راصب أزرق قاتم يسمى أزرق بروسيا طبعا إيه الإجابة حديدي وسيانيدي البوتاسيوم واللون أزرق ترمبل أزرق إيه؟ ترمبل مع الحديدي 2 مركبات الحديدي 2 معي مع الحديدي ركزوا فيها يا أولاد اتنين تترصب كاتيونات المجموعة التحليلية الخامسة على هيئة كابريتي دات وكاشف المجموعة هو محلول الصوداكاوية طبعا الكلام ده مش مظبوط المجموعة الخامسة بتترصب على هيئة كربونات وكاشف المجموعة هو كربونات الأمونيوم النقطة بعد كده الثالثة كابريتات البريم راصب أبيض يزوف في محاليل القلويات الكلام ده مش مظبوط لا يزوف في الأحماض أربعة عند إضافة محلول الصوداكاوية إلى محلول كابريتات الحديدي 2 يتكون راصب أبيض جيلاتيني يزوف في الزيادة من محلول الصوداكاوية طبعا مش ممكن تكون كابريتات الحديدي 2 ده كابريتات الأمونيوم خمسة عند إضافة محلول حديدي وسينيد الكالسيوم إلى محلول كابريتات النحاس يتكون راصب أزرق قاتم طبعا حديد وسينيد الكالسيوم غلط يبقى الإجابة إيه؟ حديد وسينيد البوتاسيوم وفي نفس الوقت الراصب إيه؟ بني شوكولاتي النقطة رقم 6 عند إضافة محلول نيترات الفضة إلى محلول كولوريد السوديوم يتكون راصب أصفر طبعا يتكون راصب أبيض يتحول إلى بنفسجي في الضوء عند إضافة محلول هيدروكسيد السوديوم إلى محلول كابريتات الحديد 2 يتكون راصب لونه بني شوكولاتي طبعا يتكون راصب أبيض مخدر أو أخضر فاتح النقطة اللي بعد كده 8 عند إضافة حمض الهايدروكلوريك المخفف إلى محلول كابريتيد السوديوم خلي بالكم كابريتيد السوديوم يتساعد غاز يحول ورقة مبللة بخلات الرصاص إلى اللون الأزرق طبعا اللون الأسود 9 عند إضافة محلول كولوريد البريم إلى محلول ملح الفسات يتكون راصب لونه أصفر الكلام ده مش مظبوط يتكون راصب أبيض يزوب في الأحماض ترجمة نانسي قنقر